حدي بينه وبينهم السلام عليكم اليوم مغطي لكم محل العجيب والغريب الحقيقة ان اسم على مسمى ولا بديت التغطية الا بعد ما شفت عندهم اشياء جميلة جدا المحل ذا يا جماعة انصحكم تحفظونه عندكم لان راح يجي يوم من الايام في اشياء راح تحتاجها ولا راح تلقاها في السوق فهم ميزتهم ان هم يجبون اشياء نوعية وغير متوفرة في السوق وافكار حديثة وجميلة خنشوفوا شعندهم هذا الجهاز بطل صراحة هذا محول كهرباء يحولك من 12 فولت الى 220 كهرباء البيت يعني من ولاعة السيارة يخليها كهرباء البيت يتحمل الى 200 واط تخيلوا كشاف لما اشبك هذا بولاعة السيارة طبعا ولاعة الجيب اذا كانت قوية ما هو بتجيب ولاعة ضعيفة مرة الكشاف ذا لما تشبك هذا بولاعة السيارة وتشبك الكشاف في المحول رح يشغلك الكشاف وهذه تجربة شوفوا هذه بطارية ما يموصلة بالسيارة ومركبين طبعا المحول فيها عن طريق الوصلة هذه هذه الوصلة حقه نشغلها الحين شوفوا كشاف 150 واط يجمعه شوفوا ما شاء الله تبارك الله فيها اربع مخارج يو اس بي المخرج الواحد قوته 2.4 يعني سريع وقوي واثنين مدخل كهرباء ويجي معه احتياط اثنين فيوز سعره بمية وخمسين ريال وعليه ضمان سنتين وهذه بياناته بالكامل وفيها ايضا مفتاح للاطفاء والتشغيل هذا شكل ثاني المحول اللي على ولعت السيارة مباشرة اه يعطيك كهرب ميتين وعشرين اليو اس بي الشباب يقولون موه بسريع مرة لكن يعطيك كهرب اثنين اه ميتين وعشرين طبعا هذا مئة وخمسين واط الركبة الحين تجربة تحدي بينه وبينهم الكشاف مئة وخمسين انا اقول ما يشغل وهم ما يدرون طبعا التجربة فعلية وحية الحين وطبعا من الخطأ ان نشغل مئة وخمسين على مئة وخمسين مباشرة وما شاء الله شغل طبعا يمكن لو طول يصير مشكلة طيب اه نحن شوفوا لازال شغال ولكن بالعادة يا جماعة اذا هو مئة وخمسين واطل فيش هذا نفسه الافضل ان تشغل عليه مئة واربعين مئة وثلاثين مئة ما تشغل عليه مئة وخمسين تخليه تحمل كهرب الجهد الكامل سعر الجهاز بخمس سبعين ريال وهذه بياناته بالكامل وعليه ضمان سنتين هذي مهيب سماعة بلوتوث هذي القطع اذا كانت عندك في البيت وركبتها على الكهب تقدر تتحكم في المكيف وانت في دوامك او خارج البيت تطفيه وتشغله يعني الريموت هذا تستغني عنه هذا الريموت المكيف الاصلي تستغني عنه خلاص يصير التحكم عن طريق هالقطع نشوف الحين هذا التطبيق حق القطع وهذاك المكيف قدامنا شوفوه المكيف اللي قدامنا هناك الحين شغاله مكيف راح نطفي طفه مكيف من خلال الجوال لازم عن طريق الواي فاي صح يلا وديكم في البيت في واي فاي نعم تقدر تحطه على التلفزيون على الستاير على اي جهاز له ريموت يخلي تحكم الريموت هذا عن طريق جوالك سعر الجهاز بتسعين ريال هذا الجهاز يعطيك قياس لمستوى الماء في التانكي يعني وانت داخل البيت تقدر تشوف التانكي كم فيه من خلال الجهاز وتركيبه سهل جدا جدا يعني هذا هذه القطع تكون عندك داخل في الغرفة او في البيت وتوصل السلك هذا الى التانكي طبعا هذا السلك كهربع عادي تقدر تخليه اطول من كده وهذه طريقة تركيبة طبعا ندخلوا موقعهم في اليوتيوب اكتبوا بس الغريب والعجيب وتحصلونه او مسبار راح تحصلونه مقطع سهل جدا ايضا تقدر توصل فيه العوامة بحيث ان لما يشتغل الماء عندك الخزان يبدأ يعبي يطلع لك هنا عند اللمبة اللي فوق هذه جاري تعبئة الخزان وهذا الحساس اللي يعطيك قياس الماء في التانكي هذا مقاسه ثلاثة متر داخل التانكي ايضا يميزه انه يكتشف لك لما يكون فيه تهريب في الخزان يعطيك مؤشر ان الخزان فيه مشكلة سعر الجهاز ب 250 ريال وضمانه سنتين كاميرا يميزها انها ما تحتاج رسيفر او تحتاج شاشة علشان تشغلها ايضا حتى التمديل ما تحتاج تحتاج فقط سلك كهرب وممكن تستخدمها عن طريق الطاقة الشمسية يعني شوفوا الكاميرا اللي فوق هناك هذيك مركبينها فقط موصلين لها كهرب بسعر القطعة الحالة 375 مع طاقتها وراضها كاملة ب1250 سيدي تخزين ذكي يعني التخزين تسجل فقط وقت الحركة تخزن الى كم على حسب الذكرة تحطه فيها ممكن تصل معك لأشهرين انواع واشكال الكاميرات عندهم عندهم الشيء الثابت وعندهم اللي هو الشيء المتحرك هذي ايضا فيها السبيكر تقدر تقدر تتكلم يعني لما تصور احد تقدر تتكلم معاه وهو يقدر يجاوب مساوي السبيكر إلي كامل انا شوف هكذا لا لأ بدون السيفر لا بدون السيفر هل ي IO سلم لأ لأ لا أيضا ا اد breed مائتين وخمسة وخمسين سعرها آآ هذي بسبعمائة وتسعين لانت الدعم هذي سعرها وبياناتها وفي النوع الثاني بخمسمائة وتسعين تقدر تحط فيها شريحة واذا حطت فيها شريحة يقدر اشبك عليها واي فاي اي طبعا اشبك عليها الجوان ايه تصير مودم يعني كاميرا ومودم وسبكر وتلفون باش الله شي بطل جدا صراحة وعليها ضمان كم سنتين ضمان سنتين وهذي بياناتها كاملة رهيبة صراحة دي مرة حلوة ناس مركبينها عندهم هذا زبون عندهم حطها عند العمارة عشان يتابع العمال وهو في دوامة او في اي مكان شوفوا دقة التصوير ما شاء الله تبارك الله ايضا هذا زبون ثاني شوف الزبون الثاني هذا حطها عند حلالة ويتابع حلالة ويشوف العامل علف ما علف وفيه مقطع لها او صورة لها بالليل طبعا هذه الصورة اللي تشوفون تراها بدون لمبات ما شاء الله يعني فيها ايضا تصوير ليلي كاميرا بطلة صراحة وسعرها رخيص جدا وتشتغل عن طريق الطاقة الشمسية اذا ما عندك كهرب تشغلها عن طريق الطاقة الشمسية ومعها طاقم كامل وهذه كاميرا على شكل لمبة يعني ما يحتاج تمدد ولا تجيب سلك ولا شي فك اللمبة اللي عندك وركب هذه وتصور لك 360 درجة يعني اللي بالغرفة كله صراحة شوفوا هذا سعرها ب500 ريال وهذه بياناتها بالكامل اللي يبغى تفاصيلها وعليها طبعا سنتين توصلها مع الواي فاي وتكلم فيها اللي موجود تتحدث معاه ويرد عليك شي جميل صراحة حوامل الجوالات عندهم جودة جدا ممتازة الحقيقة أنا دايما اشتري من السوق وطيح باشياء جودة ضعيفة بالحيل هذه جماعة تخيلوا تشيل فيه 2 كيلو تعلقه 2 كيلو ولا يطيح الحين نمسوين تجربة شوفوا هذا الكيس الحين فيه وزن 2 كيلو 2 كيلو و 220 جرام نبي نشوف هل هذا يشيله ولا لا وهذا الكيس هذا 2 كيلو و 200 جرام كم سعره 35 ريال 35 ريال قسم بالله سعر رخيص جدا مقارنة في اللي في السوق نشتري على 45 وجودة ضعيفة طبعا أيضا هذه حوامل جدا ممتازة وقوية بس ماهم مثل قوة هذا ولا لا هذا جودة أنا جربتها بالجوال حتى جودته جدا ممتازة لكن اللي يبغى شيء وزن ثقيل ياخذ الحامل هذا خليه يشوفونه هذا شكله وسعره 35 تستخدم للقارمان تستخدم للجوال أو أي شيء ثقيل حامل الجوال الذكي هذا دايما نشوفه إعلانات له إكترونية متوفر عندهم واللي يبغى ياخذه يشتريه من محل متوفر عندهم وهذا سعره طبعا هذه طريقته وأيضا يشحن مباشرة من تركب الجوال على طول تم الشحن سعره 150 ريال وعليه ضمان سنتين إذا خرب ترجع لهم عندهم أنواع ثانية من قواعد الشحن اللاسلكي هذا شكل هذا طبعا تقدر تحطه في السيارة وتقدر تحطه في البيت وهذا شكل ثاني وهذه طريقة لما تحط عليه الجوال يشحن مباشرة هذا الجهاز رائع جدا وجودته جميلة صراحة أول شيء خف الوزن ويصلح وأنصح فيه أهل الحلال اللي ما عندهم كهرب مرة ممتاز للراعي طبعا يجمع ثلاث لنبات وأيضا نقدر نستخدمه في الفياض اللي عليها السياج في بعض الفياض يصير عليه السياج ما تقدر تدخل السيارة تأخذ الجهاز هذا الصغير معك وزنه خفيف ويشغلك اللبات الثلاث ثمان ساعات متواصلة تقدر تشحن عن طريق الطاقة الشمسية تيجي معها اللوح ذا وتقدر تشحن عن طريق كهرب البيت وأيضا عن طريق السيارة لأنه يو اس بي سعر الجهاز بمئتين وخمسين ريال وعليه ضمان خمس سنوات جهاز جدا بطل ورخيص الفيش العالمي الحقيقة اللي عندهم جميل صراحة فيه أربع مخارج يو اس بي للجوال أو غيره وقوة المخرج الواحد 2.4 وأيضا أضافوا اللي هو الشحن الجديد التايب سي قوة الشحن الجديد اللي هو 3.1 هذا حق الجوالات الجديدة يعطيك كهرب عالي جدا وباقي المخرج هذه نفس اللفياشة الثانية سعره 120 ريال وعليه ضمان سنتين وهذا شكل ثاني فيه 2 مخرج واس بي سعره 90 ريال قياس للأمتار يعني يغنيك عن استخدام المتر التقليدي اللي تخلي واحد يقابلك ويمسك المتر ويسحب هذا يغنيك عن طريق الليزر يحسب لك إلى 120 متر شوفوا الحين يشغل الليزر على اللوحة الأبيض اللي هناك تشوفونه ونقدر ناخذ المسافة وحنا بنفس الموقع يضغط ضغط ثانية شوفوا اعطانا 4 متر و 263 سانتي طبعا أسعار الجهاز تبدأ من 190 ريال هذا يحسب لك مسافة إلى 40 متر فقط إلى 120 متر ب 290 ريال وعليه ضمان سنتين هذا شواحل للسيارة طبعا بعد ما نزل شاحن Type-C الجوالات الجديدة صرنا نعاني أنه ما نلقى مدخل جديد للType-C فهم ما شاء الله وفروا شاحن السيارة عن طريق مدخل USB والType-C وبجودة عالية USB يعطي 3.1 3.1 والType-C 3.1 وما شاء الله عليه ضمان سنتين وهذا ما يقعو عندهم نوع ثاني 2 USB سعر Type-C و USB 65 و 2 USB سعر 55 ريال وعليه ضمان سنتين السلاك الشواحل عندهم وفرين أشياء مهم توفر بالسوق بشكل كبير هذا سلك Type-C جديد 2 مخرج Type-C الأول والثاني سعر 65 ريال وعليه ضمان سنتين وهذا السلك تحتاجه إذا أخد الفيش هذا اللي هو مدخل Type-C هذا للآيفون للجوال وهذا تحطه في الشاحن اللي هو حق السيارة أو حق البيت هذا جودة عالية طبعا وعليه ضمان 5 سنوات سعره 75 ريال سعر جدا ممتاز مقابل الضمان والجودة الفيش متعدد للإستخدام جودة عالية يعطيك Type-C 3.1 وال USB 2.4 وأيضا يعطيك فيش ثلاثي بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث سعر الجهاز ب60 ريال وعليه ضمان سنتين حتى التوصيل عندهم ذكية هذه التوصيل طبعا على كهربا البيت تشتغل تقدر تتحكم فيها طبعا ثلاث مخارج تتحكم فيها عن طريق التطبيق يعني الآن هذه شغالتها صح والوسطية طافية شوفوا اللمبات شوفوا الحين تتحكم عن طريق الجوال الطفي من بعيد وتشغل من بعيد وفيها أيضا أربع مخارج يو اس بي تقدر تتحكم فيها المخارج بعد طفيت المخارج كلها الحين ممكن توقيتها بعد الساعة سبع يشتغل الساعة ثمان يطفي جميل تقدر تتحكم من خلال الجوال وتشبك التوصيل عن طريق الواي فاي يا أخي والله أنكم أبطال طيب بالنسبة لليو اس بي ذا قوته 2.4 يعني قوي وهذه بيانات المنتج كاملة وسعرها بمية وتسعة وتسعين ريال مقوي شبكة للواي فاي إذا عندك واي فاي في البيت ولا يغط البيت كله تركب القطعة هذه في أي جهاز يو اس بي ويعطيك تقوية للشبكة في البيت طبعا الشركة معروفة شركة شارلي وجودة عالية وعليها مقارنة في الجودة والأداء هذا يعطيك مكتوب عليه 1500 وفعلا يعطيك قوة 1500 واط الشباب مجربينه ومشغلين عليه كاتم 1450 واط شغلوا عليه كاتم كهربائي 1450 واط واشتغل وخلص الطبخة ما واجهته أي مشاكل فيه شوفوا ما شاء الله وأيضا فيه يعطيك قراءة اللي باقي في البطارية وفيه زر للتشغيل وفيه 220 مطور هوا العاصفة اسمه طبعا مطور أول مرة أشوف الصراحة الشكل قوي أنا ما جربته لكن اللي جربوه يمدحون أصحاب المحل أربعة بستهم وفيه لوح تحكم وتقدر تشحن كفرين بلحظة واحدة يعني تشغل المطور تركب هنا لي وتشبك على الكفر الأول وهذا على الكفر الثاني يجي معه المسدس هذا وساعه لقياس الضغط الهواء والمخرج هذا اللي يركب بشكل مناسب على الكفرات هذه نظمات طاقة شمسية تغلك مكيف صحراوي بتلفزيون ومجموعة لمبات إلى 10 لمبات مع محول بيور 1500 واط منظومة كاملة يعني اللي ياخذ هذا يقدر يشغل الكهرباء على وطول 220 نعم وكلها عليها عرض ب1990 هذه صفحتهم بالانستقرام وظاهر فيها رقم التواصل معهم مباشرة وأيضا رح تحصلون فيه منتجات ما صورناها وهذا موقعهم الإلكتروني للطلب أونلاين